السلام عليكم من أكثر الأسئلة شيوعا وانتشارا للأطباء وتحديدا لأطباء الأعصاب يا دكتور دلني على فيتامين لتقوية الأعصاب ما هي الفيتامينات أو المواد أو المكملات أو الأغذية التي تساعد على تقوية الأعصاب ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال طبعا أجاوب عنه باختصار شديد وأحدثكم اليوم عن ثلاث أنواع من الفيتامينات ومكمل غذاء آخر له مفعول كالسحر على الجهاز العصبي ولكن اعلم يا عزيزي في البداية أنه دائما وهذه وجهة نظري الخاصة إذا كنت في حالة صحية جيدة فأنت لا تحتاج إلى الكثير من المكملات بالذات أنه مكملات أو الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات التي تقول جهاز العصبي متوفرة بكثرة في الطبيعة في المواد الغذائية اللي بنتناولها يوميا وما أكثرها تحديدا مجموعة بي ولما بنتحدث عن مجموعة بي طبعا معروف البي كومبليكس أو البي وان والبي تري والبي سيكس والبي تولف فهذه أهم الفيتامينات اللي بتعالج موضوع العصب لكن اليوم حقيقة فيه كتير من الناس بعاني من أول مشكلة تخص الجهاز العصبي وهي مشكلة شائعة ومنتشرة هو الصداع بعاني من الدوار بعاني من تنميل وخدران الأطراف يعاني من ضعف عام يعاني من عدم القدرة على النهوض نشيطا في الصباح الباكر يعاني من ضعف بسيط في الذاكرة أو من عدم القدرة على التفكير بشكل منطقي يعاني من أعراض كتيرة في الجهاز العصبي علشان هيك لازم تعرف شو هو الجهاز العصبي قبل ما تبحث عن مقويات هذا الجهاز الجهاز العصبي بتكون من قسمين جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ ومن النخاع الشوكي الدماغ موجود داخل الجمجمة تجويف الجمجمة أما النخاع الشوكي موجود داخل التجويف الفقاري تجويف القناة الشوكية والجهاز العصبي الطرفي بتكون من مجموعتين من الأعصاب المجموعة الأولى عبارة عن 12 زوجا من الأعصاب الجمجمية اللي بتطلع من الدماغ والجزء الثاني هو الأعصاب الشوكية اللي بتخرج من النخاع الشوكي وعددها تقريبا 31 زوج من الأعصاب كده احنا أخذنا نظرة تشريحية وعرفنا الأهم المشاكل اللي بتواجه الجهاز العصبي الآن هندخل على طول في الموضوع ونقول المكون الأول اللي بيدخل في تركيب الألياف العصبية ومسؤول نقصه نقصه مسؤول عن خلل الأعصاب الطرفية مثل الوخز والخدران والتنميل وشعور بالحرقة أو كأنه يسير على نار ملتهبة كثير من الناس بيحدثك بيقولك الأقدام عندي في الليل يا دكتور كأنها ملتهبة نار يعني مش قادر ينام مش عارف ينام من شدة هذا الحرقة أو الألم طبعا البعض يصل في الحد إلى فقدان الإحساس طبعا أنا في رأيي هذا أخطر شيء أنك تفقد الإحساس في القدمين أو في اليدين لأنه بكل بساطة ممكن تمسك أي شيء يسقط من يدك ممكن يعني الشعور أو فقدان الإحساس في القدمين يعرضك لمشاكل كبيرة وهذا أكثر ناس حقيقة بعانوا منه مرضى السكر الفيتامين الأول هو فيتامين بي 12 بي 12 من أكثر الفيتامينات يعني وجودا في الطبيعة وفي المواد الغذائية اللي بنتناولها وما أسهل الحصول عليها طبعا أنا قبل ما أبلش في شو بيعمل في الجهاز العصبي هأوضع المواد اللي بيحتويها المواد الغذائية والأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين بي 12 في رابط الوصف بي 12 بيدخل في تركيب ما يعرف بالغشاء المايليني للليف العصبي كل عصب موجود في الأطراف سواء في الأطراف العلوية في الأطراف السفرية الأعصاب الداخل كلها بتحتوي على هذا الغلاف هذا الغلاف بمثابة السلك الكهربائي اللي بيكون مغلف بسلك بلاستيكي بطبقة بلاستيكية الطبقة البلاستيكية لو تم إزالتها عن السلك الكهربائي فإن التيار الكهربائي قد يتسرب ويحدث أذية لآخرين نفس الشيء الغشاء المايليني بيت ويلف يدخل في تركيب هذا الغشاء بشكل كبير جدا بل هو أساسي وأي نقص في بيت ويلف أو بيت نعش بالتالي بأدي إلى تآكل هذا الغشاء وإذا تآكل معناته صارت النبضات العصبية أو الإشارات العصبية تتسرب وبالتالي يبدأ الشعور المزعج بالوخز والحرقان والتنميل والخدران وألم وخلل في الإحساس يعني البعض بيحدث عنه يعني أنواع من الإحساس أحيانا لأول مرة بنسمعها كله بسبب نقص فيتامين بي 12 أما المركب الثاني أو الفيتامين الثاني فهو فيتامين بي 1 بي 1 طبعا هو الثيامين يمكن حتى حدثنا عنه سابقا بشكل مختصر ولكن هذا الفيتامين له دور أساسي في تكوين الخلايا العصبية ولما بنحكي عن الخلايا العصبية المشكلة ليست قد يعني الفيتامينات هذه ما بتدخل فيه تركيب أو فيه دعم الجهاز العصب الطرفي كمان بتدخل فيه دعم الخلايا العصبية المركزية خلايا الدماغ الدماغ المشكلة لو وصلت الأمور إلى ضعب في الدماغ ستعاني كثيرا من الأرق وعدم القدرة على النوم والدوخة والصداع والدوار والخلل الذاكرة والنسيان كل هذه أمور بسبب نقص الفيتامينين اللي هما بي 12 وبي واحد آخر مادة بدي أحكي فيها مادة اليوم شهرتها عالمية هذه المادة تسمى حمض طبعا المادة هذه حمض بسموها ألفالايبويك أسد أو حمض الثيوتيك أو حمض اللايبويك أسد هكذا تسمى الحمض هذه أو المادة هذه حقيقة صعب الحصول عليها من الأغذية ليش صعب؟ هي موجودة في الكبدة في كبدة البقر العجول الأغنام ولكن بكميات ضئيلة جدا هذه المادة تحتاجها كل خلية في جسمك وتحديدا لإنتاج الطاقة في الخلية مش بس هيك اليوم المادة هذه الألفالايبويك أسد لها مفعول رائع جدا لمرضى السكر حتى إن بعض أطباء السكر اليوم بوصفوها لمرضاهم بتساعد في تنظيم مستويات السكر بالذات عند الناس اللي بعانوا من اضطراب غير مفهوم من اضطراب معالمه غير واضحة المادة هذه تساعد في تنظيم السكر المادة هذه الألفالايبويك أسد لها دور في مشكلة اعتام عدسة العين أو مشاكل الشبكية يعني هي مفيدة جدا لكبار السن اللي بعانوا من ضعف النظر هذه المادة لها دور في تقليل الوزن بتخفض الوزن لكن الدراسات عنها في هذا الموضوع لازالت ضعيفة لكن لها مفعول إذا استخدمت لفترة طويلة كثير من الناس قالوا والله فعلا إحنا أوزاننا انخفضت لما استخدمناها لفترة طويلة الآن اللي بدي أحكيه شغلة مهمة جدا طبعا هذه المادة من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة اللي بتتسبب في الهرم والشيخوخة وعلامات التجعيد والعلامات اللي بتظهر على كبار السن بتساعد بشكل أكثر من رائع اليوم المادة هذه يعني جزئية مهمة جدا فيها إنه سهل الحصول عليها من الصيدليات من المراكز الصحية متوفرة في كثير من بلدان العالم لكن كثير من الناس بيغفلوا عن كيف ممكن أستخدمها وما هي الجرعة المناسبة يمكن أنا كثير بتجيني أسئلة طب يا دكتور قديش الجرعة الإجابة بشكل واضح الجرعة تتراوح من 300 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم إلى 1800 ميلي جرام طيب كيف شو هي موجودة على أي أشكال موجودة على نوعين من الأقراص ممكن تلاقي قرص 300 ميلي جرام وقرص 600 ميلي جرام شخصيا أنا بأوصفها لمرضايا قرص واحد 600 ميلي جرام مرة واحدة أو مرتين في اليوم بأوصفها للناس اللي بعانوا من ضعف الذاكرة اللي بعانوا من اعتلال وضعف في الأعصاب الطرفية ويعانوا من مشاكل في الأعصاب قد تكون أحيانا مبهمة وغير واضحة حتى تساعد جدا في دعم الجهاز العصبي نقطة صغيرة وأخيرة أنه هذه المادة لا يحدث لها امتصاص إلا على معدة فارغة علشان هيك دائما بنقول للمريض أو للإنسان اللي مش مريض وحابب يدعم الجهاز العصبي بنقول له خد منها حبة واحدة في اليوم كجرعة مدعمة على معدة فارغة إما قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين أو بين الوجبات أو بين الوجبات امتصاصها بيكون أفضل بكثير طبعا اليوم في بعض المواد اللي بتساعد يعني مواد غذائية كتيرها بتساعد في دعم الأعصاب لكن الخلاصة المهمة إذا لم يكن نومك جيد وإذا لم يكن شربك للسوائل جيد وإذا لم يكن عندك ضغوط عصبي يعني لازم الضغوط العصبية والتوتر والاسترس كل هذه عوامل بتساعد في أنه يكون لديك جهاز عصبي في أفضل حالاته المواد اللي حكينا عنها متوفرة بشكل كبير هأوضع يعني من خلال صندوق الوصف المواد الغذائية اللي بتحتوي على بي ون وعلى بي اطنعش وحأحكي لكم بشكل مختصر عن المادة اللي هي الألفالايبويك أسد آخر شيء والله يا دكتور طب شو رأيك في البي كومبليكس البي كومبليكس هو العبارة عن منه حقن ومنه أقراص بيكون بيحتوي على بي واحد وبي ستة وبي اطنعش بي ستة ممتاز للجهاز العصبي ولكن أنا دائما بأحذر وبقول إنه بي ستة لو ارتفع ممكن يكون إليه تأثير سلبي على الجهاز العصبي علشان هيك بأنصح دائما إنك تحلل فيتامين فيتامين اللي عندك فيه نقص خد منه بدون ما تاخد المتعارف عليه أو الحاجات اللي هي المالتي فيتامين فيتامينات متعددة معادن متعددة لا لا المعدن اللي ناقص بتاخد منه فيتامين بي إجمالا هو من الفيتامينات الذائبة في الماء لا خوف من سمية كبيرة أو من ضرر كبير لأنه الفائض بينزل مع البول وبالتالي لا ضرر إنت لو أخدته لفترة طويلة لكن في النهاية بأقول تبقى الاستشارة الطبية هي الأفضل والأسلم من قبل الطبيب المعالج أتمنى لكم السلام جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر